حادثة جديدة من حوادث القطارات في مصر حادثة جديدة بتضاف إلى هذه السلسلة من الحوادث الدامية التي تُدِي وتخطف أرواح أهلين سواء في بحري، في قبلي، في باقي المحافظات المصرية حوادث لم تنتهي وربما لن تنتهي إذا انتهينا إلى صب الزيت القديم في أواني جديدة لا جديد، خطط ومحاولات لكن ربما نحتاج إلى عملية نسف كامل وشامل لكل المنظومة التي تُدير هيئة السكة الحديد ونظرة جديدة بفكر جديد، بشكل جديد، بقوانين جديدة، بتشريعات جديدة تؤدي في النهاية إلى تغيير كل ما هو قائم في قطاع السكة الحديد والنقل حيث تشهد مصر نسبة من أعلى نسب العالم في حوادث أو ضحايا حوادث الطرق وكذلك حوادث السكة الحديد لن أقف عند أن هذه الحوادث بتتكرر في كل دول العالم لن أقف عند هذا ولن أقف أيضاً أن الأخطاء واردة لن أقف عند هذا، لكن أقول بأننا نواجه حالة من انعدام الضمير وحالة من غياب الضمير وحالة من الإهمال الجسيم وحالة من حالات الرخاوة في مواجهة هذه الأمور هناك خلل جسيم يستشري في قطاعات السكة الحديد وفي أكثر من قطاع في قطاعات الدولة ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن يتم تحويل هيئة السكة الحديد لكي يدرها الهيئة الاندسية أو القوات المسلحة في هذا التوقيت الحساس؟ لماذا لا يعمل هؤلاء ويطور أنفسهم؟ كل ما يجري الآن بيدعو للبكاء كل ما يجري الآن بيدعو إلى الوقوف بشكل جنائزي لأنه ما نشهده الآن من دماء متناثرة وجزء متناثرة وبكاء وعويل وصرخات ورائحة الموت تغطي المكان هناك من يحارب الإرهاب وعلى مدار الساعة بيرتقي شهداء لكن هؤلاء المهملين لا يمكن أن نلتمس لهم الأعذار لا عذر لها هؤلاء لا تعتذروا فلن يقبل لكم اعتذار